السلام عليكم اليوم القصة في الاردن وانا تعمدت اني اختار لكم قصة في الاردن لكي نقدم التبركات والتهنئة للمنتخب الاردني بمناسبة تأهله الى تصفيات نهائي كأس اسيا وكذلك اليوم ان شاء الله ننتظر تشجيع المنتخب القطري ان شاء الله باذن الله بحلول نزول هالفيديو ان شاء الله نسمع خبر تأهل كذلك المنتخب القطري قصة الليلة حصلت عام 1992 في نواحي عمان الاردن في معلمة اسمها دلال معلمة في احدى المدارس دلال هذي صال لها تقريبا اربع سنوات تشكو من المرض من الام في المعدة وفي حصت كثير حاولت دورت مني هو منك ابدا ولا توصلوا لسبب الالام اللي تجلي هال المعلمة فاضطرت بما انها ام اولاد عندها اربع من الابناء متزوجة وبيت والوظيفة وظيفة التدريس تعرفون وظيفة شوية ومتعبة فاضطرت انها تجيب لها خادمة شغالة فاختارت بنت من عائلة فقيرة جدا وهذه تعمل في البيوت عمرها اربعة عش سنة وهذه تسكن في احدى القرى البعيدة جابت البنت وشغلتها عندها في البيت بما انها صغيرة في العمر تكون نشيطة تتحمل الشغل وكذا يعني والبنت بحاجة للراتب المام علشان تساعدها المرأة دايما تشعر بوعكة صحية يعني تشل حركتها في البيت ودايما مرهق او تعبانة ومضطرة تروح للعمل لان هذا مصدر الرزق الوحيد اللي عندها وزوجها موظف بلكن ما هم يعني في وظيفة مستقرة فالراتب الاساسي هو راتب دلال رغم ذلك ورغم وجود اللي يساعدها في البيت اللي هي الخادمة البنت الا ان المرض بدأ ينهش في جسدها المعلمة اصبحت المسكينة يا دوب توصل لمركز عملها تحطي الحصص وهي يعني تضغط على نفسها تحمل الالام لكن شو تسوي اصبح المرض بالنسبة لها مرض مزمن وعلاجها ما هو معروف كل ما لد سوء حالتها ويوم الايام زوجها يتعاطف معها مع دلال واسم عاطف كذلك عاطف يتعاطف مع دلال لانه يشوفها يعني تقدع في العمل ومريضة وحتى مع وجود الشغالة وتراجع حالتها الصحية الى الاسوأ فصار يساعدها كل يوم الصبح اهو اللي يجهز لها فطورها تاخذ معها سندويشات للمدرسة اهو اللي يجهز العيال يعني يساعد الشغالة ويساعد زوجته دلال داك اليوم قال له انا بسويلك سندويشات من زيت الزيتون والزعتر تاكلي اصابعك وراها والزيتون طيب والزيت زيتون طيب والزعتر كذلك يعني ممكن كنوع من العلاج يعني قالت له والله يا ريت اعمل لي كم سندويشة ااخذها معاي سوالها تقريبا ثلاثة اربع سندويشات وحطهم لها في ورقة وكذا وجهزهم لها وفي شنطتها وراحت للمدرسة لما وصلت هناك حست بالجوع على جية صديقاتها الاثنين الاولى اسمها ليلة والثانية اسمها نجح معلمات معها اهلين دلال كيفك شو اخبارك كيف صحتك كاتوا الحمد لله تعالوا الله جابكم زوجي عامل لي سندويشات ومكتر يعني هالسندويشات اكلوا معاي قالوا يلا وجايب زيتون جديد عصرة اولى وانتم تعرفون لاردن ما شاء الله بلد زيتون اهي اول فلسطين وشي طيب يعني قاموا هالمعلمات الثلاثة ياكلون خلصوا الفرصة اللي عندهم وكل واحدة راحت للفصل الدراسي تبعها شوي او تنقل بالدنيا في المدرسة المعلمات الثلاثة دلال في فصل تصرخ وتتألم وهي على الارض والمعلمة ليلة والمعلمة نجاح كل واحدة في فصل اصرخ المديرة مديرة المدرسة وراحت لالأولى سمعت الطالبات يصرخون الحقيقة قبلة استاذ نجاح على الارض وتصرخ وتبكي راحت الفصل جوها طالبات ثانيات الحقيقة قبلة استاذ ليلة على الارض وتصرخ ويبلغون الاسعاف ما هم عارفين ايش القصة او ياخذون المعلمات الثلاثة وعلى طول المستشفى اشتبهوا منذ اللحظة الاولى انه في حالة تسمم المهم دخلونهم غرفة العمليات غسل معدى مستعجل للمعلمة دلال وتم السيطرة على الحالة الله نقضها والاستاذ الدلال اصلا كانت متوععة من زمان ومريضة وما هي مشتهية اصلا تأكل فاكلت شي بسيط لكن المسكينة ليلة اللي اكلت الشطيرة بالكامل ما موزعين اكل شي قال او لا الظهر المعلمات فاطري مع بعض يعني فطور وكذا وما اكل مع بعض وفي شي زين وين والله ما في اي اثر لوجود بقايا اكل يعني لان سدوشات فقط يعني المهم ينتظرون بعد ساعتين ثلاث لين بدت تفوق وتصحى المعلمة دلال معلمة نجاح اسأله نجاح قالت والله ما حسيت الا بسكاكين تقطع في معدتي وانا في جو الفصل شنو كليت قالت فطرت مع مع استاذة دلال جابت سندوشات واكلنا انا وياها وليلة ليلة توفت راحوا الى دلال دلال منهار وتبكي لانا هي عارفة المصيب اللي حصلت الان بسببها اكيد ما اكلوا الا الفطاير او الشطائر الزيتون الزيتون والزعتر اللي عملها زوجها عاطف وصارت يتفكر البنت ويطبون عليها التحقيق تعالي يا استاذة دلال شو كان داخل السندوشات اللي عطيتها الزميلاتك واللي انت اكلت منها هم طبعا مستبعدين ان دلال متعمدة او متقصدة ان تسمم زميلاتها لانها هي اكلت معاهم في شخص وضع لهم هالسم وتبين من خلال التحاليل المخبرية ان نوع السم اللي كان موجود في السندوشات اللي اكلوها مادة قاتلة تسمى الفوسفات الزنك فوسفات الزنك هذه المادة تضع في كسملة طبعا هذه الحشرات والفئران والسم قاتل والقليل منها يقتل الانسان منه اللي وضع هالسم هذا داخل السندوشات ايه مسكين في البداية شو دقول له دقول لي سوى السندوشات زوجي مسكتت تكلمي يا بنت الحالة تكلمي ترى اللي وضع لك السم في السندوشات ممكن يضعه لأولادك اللي في البيت لزوجك انتبهي فاكري الف مرة قبل لا تخبين علينا هالمعلومات اهني بدأ تتحس بحساب ثاني قالت يمكن مو زوجي في عندنا خادمة لكن الخادمة عمرها 14 سنة المسكين هذا يعني قالت لا مستحيل زوجي زي زوجي ليش يبي يقتني ليش يبي يتخلص مني ومن معاناتي مع المرض السنوات الماضية وحاط عينة على احد ماقوله قالت ايبو انا يقول حق الرجال الامن هم يتصرفون قالت بصراحة فعلا احنا كنا سندوشات اللي عملها لنا زوجي عاطفي بايده وانا كنت منستغربة بصراحة لانا مش بالعادة ان عاطفي يعمل لنا سندوشات وانا قلت لا ايو والله وكثر لي كذلك يعني عملي اكثر من سندوشة وعطيت زميلاتي والله انا ما كنت عارفة انه راح يتأذو بسببي ما كنت عارفة انه انا المقصودة في الموضوع السم هذا ويطير رجال الامن ويلقونه القبض على عاطف في البداية المداهم والبيت كانوا يحاولون رجال الادلة الجنائية انه يعثرون على اي اثار او بقايا للسم اللي هو فوسفات الزنك هذا ممكن يكون متناثر على طباق الاكل في البيت على الطاولة طاولة الطعام في العلبة يعني يحاولون يدورون ادخلوا للمطبخ ويحاولوا يدورون 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 ابدا ما في اي اثر اللي يهسم هذا الاطباق سليمة ونظيفة والشغالة قالت اصلا انا غاسلك لالاطباق يعني ليش في شي خذوا عاطف معه قالوا لأنت اللي عملت سندوشات لزوجتك قال ايه نعم ليش قال انت ما تدري زوجتك في المستشفى وكانت راح تروح فيها وتموت لو لانه تم اجراء عملية غسيل معدى مستعجلة لها وعلى فكرة في وفات صديقتها توفت والصديقة ثانية نجت مع زوجتك والسبب تبين انه وجود هالسم في الشطار او السندوشات اللي اكلوها واللي انت عملتها بيدك صح ولا لا قال ايه نعم ايه نعم ايه نعم تخصدون تخصدون انا اللي وضعت السم لا والله حرم عليكم ونصدهم وفي واحدة كذلك توفت يعني انا قاتل الحين انا وشو روح بقتل زوجتي معقولة يعني اقتل بشر على شنو مستحيل الكلام هذا حرم عليكم والله ظالميني قالوا هالكلام حبيبي يقولوا عندنا هناك فيه وعنده وكل نيابة ويطيرون فيه عنده وكل نيابة تحقيق تكلم يا ابن الحلال تكلم وفهمنا ليش شنو الاسباب ليش تبتخلص من زوجتك احنا عارفين انك قتلت زميلتها بالخطأ انت ما كنت قاصدها قاصد زوجتك ولا كذلك تضر زميلتها ثانية لكن ليش اقدمت على هالفعل شنو بينك وبين زوجتك احنا ندري ان زوجتك كانت مريضة وممكن انك يعني مليت وانت تراعيها وانت يعني ويمكن حاط عينك على احد ولا على الشغالة الصغيرة هذي ان يرتبك صار يحلف ويقسم وتعرفون قالوا للحرام يحلف قال جاك الفرج اسهل شي عند المتهمين خصوصا انذا كان مجرم منه يحلف وراها اعدام وراها قتل وراها سجن مؤبد فالحلف عندها عادي تكلم تكلم قال والله اقسم بالله انا ما عملت هيك والله اتم ظالمين وانا ماشي ماشي راحوا جابوا الشغالة الشغالة عمرها 14 سنة يعني طفلة بمعنى الكلمة سألوها صار تبك البنت ومنهاره وانا يعني انا ليش اعمل هيك وحرام عليكم وقالوا لها السم الفوسفات الزنك الشنو هذا انا ما عارف شنو هذا اصلا انا ترى من عائلة فقيرة وانا اعيش في اطراف القرية وحتى لما جابوا اهل البنت اللي هم الشغالة قالوا يمكن البنت كانت تشتغل في بيت دلال مغصوبة او ما يعطونها راتب او تضربها او تهينها اسألوا اهل الشغالة نفسها قالوا بالعكس احنا نشكر ونحمد فيها هذي دلال انه مشغلة بنتنا وتعاملها كأنها واحدة من بناتها وبعنى بنتنا صغيرة بالعمر وضفلة وتشتغل علشان تصرف على عائلتها الاب عاجز والام كبيرة في السن والاخوان كلهم صغار وهالبنت الوحيدة اللي تستفيد من الراتب اللي تعطيها دلال يعني مستحيل الضر دلال وتعاملها احسن معاملة تعتبرها مثل عيالها اصلا تناموا وتقوم وتقعد كلها مع عيالها والاولاد يموتون في الشغالة هذي شافوا الحين حتى الشغالة من المستحيل اللي تكون وراء عملية تسميم المعلمة دلال المشتبه الاول هو الزوج صاروا يبحثون عن علاقات عاطف معا احد مثلا في العمل بنت يحبها واحدة من الجيران عنده شقة مثلا وزوجته ما تدري متزوج بالسر يدورون ينبشون يدورون حالة حالة ابدا احتاروا وتعقدت السالفة عاطف تم حبسه على ذمة التحقيق لمدة اسبوعين ووكلوا في القضية محقق اسمه كامل قالوا ليا كامل احنا تعقدنا وصلنا الى المجهول لا عاطف راضي يتكلم وكان مشتبه ثاني هي شغالة لكن صغيرة في العمر عمرها 14 وما لقين عليها اي دليل وما في احد في البيت اصلا يعني ممكن يضع السم الا اولاد اولاد صغار في العمر شوف لنا هالموضوع قال بس خلوني ارجع مرة ثانية افتش في البيت ويعطونا اذن يروح يدخل البيت ويدور في هالمطبخ يدور 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 تذكر حاوية القمامة اللي بر البيت سأل شغالة متى رميتي الزبالة الزبالة اليوم تكرمون قالت من الصبح في الحاوية اللي برها قال اوكي جبولي الحاوية اللي برها وصاروا ينبشون فيها الى ان اعثروا على علبة فارغة وهي علبة اللي كانت تحتوي على السم الفوسفات الزنك هذا ما الفيران السم القضاء على الفيران لكنها فارغة قالوا بس عرفنا حين مصدر السم جابوا العلبة حق يشغل قال شفتي هذي قالت ينعم صح هذي كانت موجودة وانا رميتها بس انا ما ادري كان يستخدمها اللي هو المعز بنفسه الاستاذ عاطف فلما حق كامل يعني شاف ان البنت يعني كان ما تعرف شيء والله العلبة هذي اول مرة شوف وخذيت ورميت بالزبال و قال معقول انت ما تعرفين ان هذي سم للقضاء على الحشرات والفيران يعني سألناك اكثر من مرة قلتي لا قلتي انا ما عرف قال عليها رسمة الفار تعرفون انتم دائما السم الفيران وسم الحشرات عليها رسمات قال يعني عنقول انت ما شفت حتى رسمة فار رسمة كذا قال هالا ما انتبهت قال ماشي تعال ابي اجل موضوع صار 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 يتكلم اياها قال اشوف يا بنتي انت عمرك 14 سنة ممكن الشيطان لعب راسك ممكن يعني انت حاقت على معزبتك اللي هي دلال تبي تخلصي منها يعني انا اعتقد الاولاد يحبونك وتتمنين يعني تكونين انت امهم يعني يحاول فيها ولا مش صحيح الكلام يعني انت شون تقصد يعني مسك الاولاد قال لهم انت مش رايكم في الشغالة قال احنا نحبها وكذا في ولد اكبر واحد عمره 6 سنوات ايش اول في تكلم اي احنا نحبها تضربكم قال لا بالعكس و تنام جمكم اي نعم تلعبنا و دائما معانا طول اليوم قال زين هي هذي الشغالة تحب امكم الوالد شي قول لان يقول ايه تحب ماما وهي يعني ماما يعني هي قالت اذا ماما ماتت هي رح سير ماما قال من اللي قال تذي من قال الكلام هذا قال ايه نفس الشغالة هذي وتعرفون ولد صغير مستحيل انه يكذب او يختلق الشي من العدم لابد انه سامع مثل النوع هذا من الكلام او يمسك الشغالة مرة ثانية قال قالها انت تتمنين تكونين انت مكان دلال صح اذا مات الدلال تتمنين تكونين انت مكانها صح هذه شافت ان المحاقق يعني كأنها فاهم عليها الشوي وتنهار وتبكي والله يخليك عمرها اربع تعيش سنة تخيل قال تكلمي واوعدك انه ماحد يلمسك والاحد يأذيك اذا اعترفتي انا راح اساعدك قولوا ليش قصتك انت ليش حطيت السم هذا وتبط الجربة وكانت اعترافاتها صادبة او بمعنى اصح المحاقق انصدم من عقلية هالبنت الشغالة اللي عمرها اربعة عشر سنة هذه طلعت هيمانة في عاطف اللي معزب وتغار من دلال ومتعلقة في الاولاد رغم انه عمرها صغير في العمر تشعر انه ايه المفترض تكون صاحبتها البيت هذا وانه وانه هذول اولادها وهذا زوجها وكانت تشوف المعلمة دلال دائما مريضة دائما بوعك صحية فجت في بالها انه تخلص منها واعترفت انه هذه ما هي اول مرة تضع السم في السندويشات لا كانت على فترات ماضية تضع لكن بكميات قليلة لانه كانت خايفة انه تكتشف دلال من خلال طعم السم يعني تكتشف انه هي اللي وضعت لها فكانت تزيد الحالة الصحية اللي عند دلال تزيد سوء في الفترة الاخيرة ودلال ما تدري تحسب انه هو مرضها القديم اللي كالام المعد اللي فيها وصارت تعاني المرأة على مدى اشهر ولا هي عارفة ايش قصة فكانت في بالها الشغالة انه رح يجي يوم وتموت فكانت كل فترة وفترة يعني تشوف لها فرصة تضع لها في الشوربة في الماء لكن بكميات قليلة الا في المرة الاخيرة شافت عاطف ويسوي السندويشات لدلال الصبح وحاط هالخبزات وحاط فوقهم هالزيت زيتون والزعتار وقعد يصف الزيتونات فوق وكذا واثناء انشغالة اخذت ايه من مادة هال المبيد الحشري هذا او الفيران ووضعت على السندويشات وهي مفتوحة شديد ومع تعرفون مع الزعتار ومع الزيت زيتون ضاع شكل يعني ما يبيني وجاء ريجع مرة ثانية عاطف في كم السندويشات وضبط وكذا وعطاها حق زوجته كان من نصيب وحدة فيهم اللي توفت الله يرحمه ودلال تم نقاذها مع نجاح ما الكمبطولة هي اعترفت بنهني ويطيرون فيها للنيابة وأكدت على الأقوال السابقة وتم إحالتها للمؤسسات الإصلاحية لرعاية الأحداث لأن عمرها ربعة تعيسينها بسجنوها تقريبا أربع خمس سنوات لأنها حدث أما دلال سبحان الله اللي كانت تعاني لسنوات طويلة من مرضها في المعدة من بعد ما تسممت التسمم هذا وسوّو لها غسيل المعدة سبحان الله شفيت حتى من مرضها القديمة الظهر كان فيها جرثوم ولا شيء ونفع معها موضوع غسيل المعدة والله نجاها وتم الإفراج عن عاطف وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة